جميز بيستقر على الدفع بمحمد حمدي وفي كلام ان سيد عبدالله نيمار ممكن يقترب من الانتقال للنادي المصري اكيد هنسأل السؤال ده طبعا لستاذ حسيني ابو قمر هل فعلا ممكن نيمار يكون متواجد في النادي المصري في الموسم الجديد طبعا نيمار لعيب جيد والنادي المصري لنادي كبير يعارة يعني اه يعني اه هو يروح يعارة سنة يعني اه كمان سعادة كبيرة لجميز بسبب فرج وميش علىك بيقول الاتنين ابهروا في التمرين النهاردة يعني الراجل مقتنع جهزين فنيا وبدنيا يعني وقفين على رجليهم وفيقين وبتمرنوا واضافة لنادي الزمالك ده كلام جميز النهاردة وده اول تدريب ليهم وعمر جابر بيضحك وميش علىك طبعا اكيد بداية لعب بولندي وبيلعب في افريقيا وفي الدوري المصري يعني يعني موضع ممكن يكون مختلف شواء كان طبعا بيلعب في احد واحد يعني المدينة المنورة يعني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام اللعبة دي بتاخد وقت عشان تتأقلم يعني على الجو العام والبلد اللي هم عايشين فيها واعتقد ان هو لعيب جيد ولعيب نفاسة وسريع جدا وممكن يكون اضافة قوية لنادي الزمالك فشل انتقال محمد طارق محمد طارق اللعب المنتخب الولمبي محمد طارق المعار للنادي المصري النادي المصري خلاص قال شكرا محمد طارق كان هيروح النادي الاسماعيلي وبعد كده بعد وفاة الله يرحمه كابتن يهاب جلال محمد طارق لم يتواصل مع احد واصبح محمد طارق دلوقتي لاعب فري ولا على يعني ولا الزمالك ايده ولا المصري جددله ولا الاسماعيلي طلبه فمحمد طارق اصبح لاعب فري حاليا وبيبحث عن نادي للتواجد فيه في الموسم الجديد إلغيديد